السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم الدرار الفيزيك في الفيديو هذا ان شاء الله سنتعطي على السلسلة رقم جوج الخاصة بدرس شغل وقدرات قوة لسنة أولى بكالوريا هذه السلسلة رقم جوج الرابط نخلي لكم في أسفل الفيديو هو كذلك الرابط للسلسلة رقم واحد ودرس أيضا بالنسبة لهذه السلسلة وهي في الحقيقة ليست سلسلة لأنها فيها غير تمرين واحد ولكن لماذا ترغب فيها تمرين واحد لكي لا يوجد الفيديو طويل إذن نبدأ مع التمرين توليفة نوعيا نوعيا مراكب لدينا جسم صليب S كتلته M فوق سكة تنتمي إلى مستوى رأسي وتتكون من جزء M إذن لدينا جسم S كيزاء فوق السكة في جديد الأرزة جزء AB جزء مستقيمي وفوقي طوله AB طوله 4 متر إذن هذا الجزء وفوقي مستقيمي طوله 4 متر ثم الجزء BC جزء شكل ربع دائرة مركزها أو إذن هذا الجزء BC هو عبارة عن ربع دائرة ومركزها وشعاعها وفوقي طوله 50 سنتمتر إذن شعاع الدائرة هو 50 سنتمتر إذن لدينا نطبق على S على جسم S بين AB قوة مرتجاتها F إذن ما بين AB طبق على واحدة قوة F تابيتة وتكون زاوية 63 درجة هذه القوات كتشكل زاوية 60 درجة مع مستوى الأفق نعطي F تسوي 5 نيوتن سؤال الأول سؤال الأول خلال الانتقال AB ينزلق الجسم S بسرعة تابيتة V تصبح تفسق بموانزة إذن من أن ينتقل الجسم في الجزء AB ينزلق واحدة سرعة تابيتة تفسق بموانزة سؤال الأول يقول أحسب شغل F وشغل P وزن S خلال هذا الانتقال محددا طبيعة كل منهم إذن نطلب نحسب شغل القوة F أولا بالنسبة للشغل القوة F عموما كما نحن في الطرس نحن نطلب إذن عند الإنتقال من الموضع A إلى الموضع B من القوة F في متجهة نحن نسوي الجداء السلامي في هذه القوة ثم في متجهة الانتقال AB يعني في طول المسافة لانتقالها لذلك الجداء السلامي ندخل F AB ثم ندخل الزاوية كوسينس الزاوية أولا 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 تطبيق عدد بالنسبة للشغل القوة المكتوب هي خمسة نوتون إذن خمسة ندخل أولا طول هذا الجزء هو 4 ثم أولا في في الزاوية أولا 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 خمسة بما أولا أخير 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 أولا أولا قام بأد b بعدها نحن إلى شغل الوزن جسم نسبة لشغل الوزن جسم شغل دائما يمكننا ذلك الوزن بل في إذن عند الإنتقال من الموضع A إلى الموضع B دائما الوزن جسم قيمة جهات لنقوم بم في ج ثلاثة تقالة ز A-ZB إذن ما خائفة كيف يكون بالز A و ZB ز A و ZB كي نحن نحضر ونحضر مجرد المعلم لنحضر مجرد المعلم وعندما نصب أناسب لنضيف إسقاط لنضيف نقطة أعلى المعلم إذن إسقاط نقطة A سوف تجد زد ثم سوف تجد إسقاط نقطة وعلى المعلم لذلك سوف تجد زد يعني أنه يجب نفس الرصة وهما يبين أصلا هذا بما أنه مصر أفقي وبالتالف الزد تجد زد بال إذن بما أنه يجد زد بال إذا إذا زد بال زد بال سوف تكون نتيجة منعدمة إذا سوف تصبح السفر إذن في هذه الحالة الشغل الوزن الجسم فهو تصبح سفر إذن زر وجود منعدم في هذه الحالة نقول بأن الشغل فهو منعدم إذن الشغل منعدم بالنسبة للتعديل الجو إذا نريد أن نعلم الجوة سوف نكسبه لأن ZR تصبح ZB إذن كتعلمين بالنسبة لكم فيما تلقى المستوى الأفقي عفوار الشغل الوزن الجسم سوف تصبح السفر لأن ذلك النقطتين يجب أن يكون لدينا نصر إذن هذا لا يوجد في الإشكال إذن طبيعة كل منهم لا نحددنا إذن الحالة الأولى محركة الحالة الثانية العادية ثم بالنسبة للسؤال الثانية سوف نقوم بتطبيق مبدأ القصور مبدأ القصور مبدأ القصور سوف نقوم بتطبيق مبدأ القصور وحصول شغل R القوة التي يطبق الجوز أربيع على الجسم S والتي نعتبرها خلال الحركة إذن هنا نطلب أن نطبق مبدأ القصور ونحسب الشغل القوة قوة الاحتفال إذن نطبق مبدأ القصور سوف ينشي شروط أولا نعرف طبيعة الحركة لأننا نطبق مبدأ القصور يجب أن الحركة المستقيمة إذن نرى ما حركة المستقيمة أولا نضرع الجزء إذن ما بين أوب ما بين نقطة أوب مستقيمة إذن حركة مستقيمة ثم نعرف المنتظمة سوف نرى السرعة خلال الانتقال ينزلق الجسم S بسرعة تابتة إذن بما أنه مستقيمة والسرعة تابتة وبالتالي فالحركة هي مستقيمة منتظمة لماذا تكون حركة مستقيمة منتظمة فمبدأ القصور يقول لنا بأن المجموع المتجهي للقوة المطبقة على جسم S تقوم بمتجهة منعدلة تقوم بمتجهة من عديد هذا هو المعنى بمبدأ القصور إذن ما سوف نكسبه إذن الحركة مستقيمة منتظمة الحركة مستقيمة الحركة مستقيمة منتظمة إذن تعليد الجواب لأن المطبقة مستقيمة ماشي المستقيمة إذن أن المطبقة مستقيمة والسرعة تابتة والسرعة تابيسة إذن حسب مبدأ القصر حسب مبدأ القصر إذن حسب مبدأ القصر فإنه إنه حسب مبدأ القصر فإنه المجموع المتجهي المجموع المتجهي للقوى منعدل للقوى المطبقة على S للقوى المطبقة على S منعدل هذا هو النص للمبدأ القصر فإنه سأرى ما هو القوى المطبقة على S إذن نحن لدينا جسم S هنا القوى التي يأخذ عليهم كان القوى F كان وزن الجسم كان وزن جسم P متجهة كان يبدأ مركز التقل رأسي على سطح الأرض وكان القوى الأخرى هذا القوى السطح التي نسميها تأتي من السطح يعني قوى الاحتكال R إذن ينتجد قوى التي يأخذ عليهم الجسم إذن قلنا هنا مجموع المتجهي لقوى منعدل ما يعني؟ يعني بأن P متجهة P متجهة زائد R متجهة زائد F متجهة كي يساوي منتجهة منعدل كي يساوي منتجهة منعدل هذا هو المعنى هذا مبدأ القصر ما سنقوم بإنه؟ سنضرب الطرفين سنضرب الطرفين في Up إذن سنضرب الطرفين سواء الطرف اللي على يمي في متجهة A P فهذا الحال ما سنقوم بإنه؟ إذن سنقوم بإنه P متجهة في A P متجهة زائد R متجهة في A P متجهة زائد F متجهة في A P متجهة ثم تساوي إذن ستساوي لنا صفر متجهة صفر متجهة في A P متجهة إذن سنقوم بإنه إذن سنقوم بإنه P متجهة ما هي P؟ إذن P متجهة متجهة P متجهة P متجهة هذا هو الشغل للوزن جسم يعني هنا إذن سنقوم بإنه P متجهة بإنه P متجهة بإنه وP متجهة مج إذن مج زد أماق زد B إذن سنقوم بإنه فهو دبلة V إذن سنقوم بإنه عند الإنتقام A إلى B بطبعها زائد R في A P هذا يعني شغل للقوة R إذن شغل للقوة R ثم F متجهة F متجهة A P وهذه التي لنا في الأعلى هي شغل للقوة F هذا الشكل ما يفعله صفر متجهة في A P ما يعني؟ فهو دبلة V هذا هو نصب المبدأ القصوة بالنسبة لك أنت بطبيعة الحال لا تكتب هذا الشيء أنا أعلم كيف أكتبه ولكن مباشرة ستكتبه حاكم الساقيمة المتظمة وبالتالي مجموعة الأشهر يعني WP WR WF يقوم بإنه الآن ما نقلبه؟ نقلبه على شغل R القوة التي يطبيقها إذن نقلبه على شغل R إذن سنقوم بإنه شغل القوة R يقوم بإنه كيف سنقوم بإنه شغل P وشغل F سنقوم بإنه نقوم بإنه هنا مجابين يجبون سليبا نقلبه 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 ثم نقلبه WP نقلبه سنعود كل شيء شغل F نحسبه في السؤال هو 10 جول إذن سنقلبه 10 جول شغل F هو 10 جول ولكن نقلبه 10 جول نقلبه السؤال الأول كيف سنقلبه 0 إذن نقلبه 10 جول إذن 10 جول كيف سنقلبه السؤال الثاني يقول استنتج طبيعة التنسبة بين السؤال جزء هناك قاعدة تقول إذا كان شغل قوة R أصغر من سفر فهذا يعني أن التنسبة يتم باحتكام إذن هنا لدينا بما أن شغل R كما تلاحظون هنا أصغر من سفر نقص 10 جول أصغر من سفر وبالتالي فإن التنسبة يتم باحتكام إذن فإن التنسبة يتم باحتكام فإن التنسبة يتم باحتكام إذن هذا هو فإن تلقى باحتكام أصغر من سفر مباشرة يعني أن التنسبة يتم باحتكام هناك ملاحظة بين قوسين هناك بالنسبة لذلك وكما تعلمون كما ترون في الجداء المشترك العلمي بأن القوة تنقسم الجوج رموما المتجع تنقسم الجوج مركبة المنظامية ومركبة المنظامية مركبة المنظامية رمزولة 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 أو أو أغباد في الحالت أنت مناسبة فم شهر ، يجب النسبة الرابط يتصغر У البيت لذلك حال هنا و هي المنظامية غاق البيت منغنة المُركبة المنظامية هناك جوجة القوة هناك جوجة هناك جوجة هناك جوجة قوة نظر أننا في الشكل أولا بما أننا تملك الأطفال اذا رجل ستكون مائلة وما أنت منحة الحركة الجسم التقل نحو اليمين ستكون على اليسار هذه جوجة تقسم الجوجة يمكننا الإسقاط على محور الأراثي هناك جوجة إذا إسقاط هنا تعطينا Rn المركبة المنظمية ثم إسقاط على محور الأفاصيل تعطينا Rt أو F إذا إذا أخذنا Rn كيف تقوم بعمو السواد الحركة مع مصادر الحركة؟ عمودي عليه يعني أن الزاوية في هذه الحالة يبع لجوجه إذا الزاوية يبع لجوجه إذا إذا نريد أن نحسب الشغل Rn ما سنفعله؟ سنفعل Rn في A B في كوصنية الزاوية بينه الزاوية بينه يبع لجوجه ونacağımه نُدع learning حيث يبع لنا وبدأ فعلا عمودي عليه سأكون��ة ناقص 10 جول إذن هذا الشيء الذي يكون لإحتكاك أرى هذه القاعدة تبقى دائما صحيحة إذن هذا الشيء الذي يكون لديه هذا هو السؤال الثاني السؤال الثاني يقول نحذف القوائف عند النقطة B إذن نأتي هنا عند النقطة B في النقطة B يحذرنا واحد القوائف لا تبقى إذن عند النقطة B يتبع الجسم S حركته فوق الجزء الجسم يكمل مصادر فوق بإحتكاك نعتبر احتكاكات مكافئة لقوى F صغيرة هي التي أردت لكم بلا ممالسية للنصار بس ومنحها معاكس لمنح الحركة وشدةها تباية F تصوى 41 سؤال الثاني يقول أحسب شغل وزن جسم S خلال انتقاله من B إلى S إذن شغل وزن جسم كمزولة WP عند انتقاله من B إلى C بمتجرار يقوم بإحتكاكات مج ثم ZB دائما نبدأ بموضع الأصل نقطة الوصول ZB ناقص ZC سوف نتفقع بأن ZB ناقص ZC تسوي H سوف تصوى ZP يقوم بإحتكام كامل ذلك يجب ذلك يعني عند جاء اختيات المخصوص بأن سوف نقوم بإحتكام Z ونقوم بإحتكام ZC ونقوم بإحتكام ZB هذه هي نغاتينا إذن هذا ZS-ZB هو اسمه H ولكن لاحظوا معنا ماذا كان لديه؟ كان لديه ZB-ZS ZB جاءت تحت و ZS جاءت الفق إذن هذه الأشياء ستكون سالبة إذن ZB-ZS ستكون تسوينا ناقص H لأنه إذا كانت ZS تسوي أربع هذه ستكون جوج يعني إذا لم تجوج ناقصها ستكون ناقص هذا H هذا لاحظوا معنا هذه المسافة ما هي هذه المسافة؟ ماذا تسوينا؟ تسوينا R إذن ناقص H هذا المسافة هي إذن سنكسبه بأنه قبل أن أكسبت ناقص H ناقص H تسوي ناقص H وبالتالي هذا ما يعني؟ ناقص H تسوينا ناقص R ناقص R وننذهب هنا نعود هنا إذن ستتقول لدينا M في J ناقص R ستخرج هنا ناقص M في J ناقص M في J ناقص M في J ثم R ناقص M ثم نتعلم تطريق عدد ناقص M نحولها كيلوغرام ناقص 500 نحولها كيلوغرام ننسيتها كيلوغرام ثم نضربها في R 50 سنتين 50 سنتين 50 سنتين هذه 50 سنتين ستحولها المتر نضربها في عشاء ناقص J ستطريق عدد ستلقى بأن ناقص J.5 ناقص J.5 ناقص J.5 ناقص J.5 ناقص J.5 والaltsة بدأ من هنا بدأ من B وصل إلى C فهذا الشغل يوزن الجسم يكون موجب إذا كان الهبط يكون موجب إذا كان صعوب يكون سالب يعني هذا الشخص يتعافه قبل أن تبدأ ثم نزول آخر سؤال آخر سؤال يقول أحسب شغل قوة الاحتكاك خلال انتقال جسم S من B إلى C إذا شغل قوة الاحتكاك خلال انتقالها من B إلى C قوة الاحتكاك هنا في الثماني يقوم بعمل F صغيرة ماذا يفعلون؟ يقوم بعمل هذه القوة ثم نضربها في طول المصارى التي تنتقلت فيها في C حول ذلك من تبينها C مثلا C فهنا نعرف المشكلة فهنا نعرف نفس كيف يفعل مجدد إذا المشكلة هو أننا لا نعرف و conclusions ولا تعلمنا و لكن ما نعطي نوعات المعطيات التي أعطناها فقد أعطنا الزاوية هذه هي المعطيات 90 درجة و ما هي هذا الزاوية هي التي تحت ولم نعطنا الشعع وهذا 8 أغلية 50 سنتين و إذا ذكرتم معي في الدرس الأول فعندما كانت العلاقه بين أفصل المنحن أو أفصل المنحن كما هو أفصل المنحن كما هو أصل هذا القمس أصلا نحن المنحن لقد قمت بـ S و ما هو الأفصول المنحاني؟ هو الطوء من القوس و ما هو القوس؟ و ما هو سوى؟ سوى أغف و تيطة هذه علاقة مع الدرس الأول أغف مكتوبة لدينا سوى 5 سنتيمتر و تيطة يبقى على جر إذا أعجبنا لدينا و أولدينا أن S و الأفصول المنحاني هو الطوء من القوس يقوم بـ R و تيطة و عموما بالنسبة للتيطة كنا في السلسلة الأول قلنا بأنه يقوم بـ PN لكي نقوم بـ PN هو عدد الدورات سوف نرجع هنا لكي نبيلها بطريقة أبسط عدد الدورات سوف يشغل بأن جزء يشكل ربع دائرة لا تحتاجه لدورة صغير ربع دائرة ما معنى بـ PN تحديد الدائرة تحديد 1 قولة اما الثانية بـ PN سوف نضرب 1 قولة نضرب 1 قولة اذا سوف يوجد بـ P و سوف يكون بـ P على 4 وهي ربانة من خلال ذلك لأنها الإشمل 90 درجة 90 درجة true ما هي بي على أربعة إذن عرفنا ما تفعله وبالتالي سيكون لدينا المفصل المنحاني سيكون لطول القوس بس سيكون لدينا R في بي على أربعة سوف نرى ذلك سوف نعود إلى الشكل سوف نعود إلى الشكل بس طول القوس سيكون لدينا S بي على أربعة ثم سنضربها في كوسينيس كوينيس المنحط لا يتم تقللها وهناك في حالة جسم عصلا بسهل ف فأنا تكون هنا على الأساس اذن دائما لقد ذكرت في السلسلة قبل قلت لكم إذا كانت القوة معاكسة للمسا فهذا الحالي سنقوم بـ 180 ولكن إذا كان لديهم نفس المسا سنقوم بصفة مثلا كانت فتاة طالعة نحو الأعلى سنقوم بـ 0 ولكن دبعا من المساوطة سنقوم بـ 180 إذن كوستانيس بـ 180 ثم سنقوم بإطلاق عدد إذن تساوي بالنسبة لف هي 1.4 هذه الكتوبة لدينا في معطايا سنقوم بـ R هي 50 سنتيمتر سنقوم بـ 10 سنقل ثم سنقوم بـ P ثم سنقوم بـ 180 وبطبيعة الحال هنا بما أن F معاكسة من حال حركة إذن ستكون سالبة إذن إذا درسوا الطريق عدد ستقوم بأنها تساوي ناقص 1.92 جول ناقص 1.92 جول إذن هذا الشغل فهو أصغر من 0 إذن نقول بأن الشغل ومقاوم الشغل المقاوم إذن كانت هناك نهاية للتمرين كنتم نعلمكم لتكون السفت 8 إذا عادكم أي سعر لا تنسوا لا تنسوا لديكم تفتح لتعليقات أسفل الفيديو هذا كنتم نعلمكم التوفيق وضعوا في عمل الله وحفظه لتعليقات أسفل الفيديو